اشتركوا في القناة ووصل مسيرتها للحفاظ على ما تحقق من انجازات تنموية من اجل الحاضر والمستقبل كلمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وجهها لابناء شعب الامارات والمقيمين على ارضها حملت في طياتها مضامين هامة ورسائل عديدة للداخل والخارج ليؤكد سموه من خلالها السير على نهج زايد الخير رحمه الله في تحقيق المزيد من الانجازات لاجال الحاضر والمستقبل الشيخ خليفة رحمه الله رافق المؤسس شيخ زايد طيب الله ذراه في كل مراحل دولة الامارات وحمل امانة الوطن بعد رحيله باخلاص وحكمه وادى رسالته تجاه شعبه وترك ارثا خالدا من العطاء لشعوب المنطقة والعالم واليوم ونحن نرى وطننا بين دول العالم كما اراد زايد والمؤسسون رحمه الله جميعا من مكانة عالية ودولة قوية ومتطورة نحمد الله على هذه النعمة أولا وثانيا ومستمرون بإذن الله على نهجهم وحكمتهم ورؤيتهم كما وجه سموه الشكر إلى أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الامارات على منح سموه أمانة المسئولية وللدول الشقيقة والصديقة على مشاعر التضامن التي أبدوها برحيل المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله وأشكر أخواني وسندي وعوني أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد الذين حملوني مسئولية عظيمة أدعو الله تعالى أن يعينني على حملها وسيكون التعاون بيننا وتآلف قلوبنا والتفاف شعبنا حول قيادته كما كان على الدوام مصدر قوتنا وعزة دولتنا كما توجه بالشكر والامتنان إلى جميع قادة الدول الشقيقة والصديقة الذين عبروا عن مشاعر التضامن والمواساة الصادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها في هذا المصاب الجلل وأكد سمو رئيس دولة الإمارات أن الشعب هو محور اهتمام دولة الإمارات وعلى قمة أولوياتها ومنهج سعادة المواطن هو الأساس في كل خطط المستقبل شعب دولة الإمارات وتمكينها كان وما يزال محور اهتمام دولتنا المباركة على قمة أولوياتها منذ نشأتها وسيظل منهج راحة المواطن وسعادته ورعايته الأساس في كل خططنا نحو المستقبل بإذن الله بفضل الله تعالى ثم بفضل قيادة أخي خليفة رحمه الله ومن قبل المؤسس وباني الاتحاد الشيخ زايد تمتلك اليوم دولة الإمارات منظومة تنموية متطورة ومتكاملة ومستدامة أصبحت مصدر إلهام وآمال لشعوب المنطقة والعالم وبإذن الله ستبقى وتتطور بجهود أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها وفيما يتعلق باقتصاد دولة الإمارات فقد شدد صاحب السمو رئيس دولة الإمارات على أهمية تنويع الاقتصاد وتعزيز قدرته التنفسية تنويع اقتصادنا ضرورة استراتيجية أساسية ضمن خططنا للتنمية لذا من الضروري تسريع جهود التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد نشيق ورائد عالميا وسوف نستمر في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات وتحقيق أفضل المؤشرات العالمية في هذا المجال ونحن مستمرون كذلك في ترسيخ مكان الدولة مزودا موثوقا للطاقة وداعما لأمن الطاقة العالمي كونها العمود الفقري لتمكين النمو والتطور الاقتصادي العالمي كما أكد سموه على أن دولة الإمارات ستظل داعمة للسلام والاستقرار في المنطقة والعالم وداعية للحكمة والتعاون وستظل سياسة دولة الإمارات داعما للسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم وعونا للشقيق والصديق وداعية إلى الحكمة والتعاون من أجل خير البشرية وتقدمها وسنستمر في نهجنا الراسخ في تعزيز جسور الشراكة والحوار والعلاقات الفاعلة المتوازمة القائمة على الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل بين دول العالم لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع وللحفاظ على مكتسبات الدولة وريادتها شدد سموه على أهمية الحفاظ على مكانة الدولة ومكتسباتها من أجل مسيرتها المباركة الوالد المؤسس تغمد الله روحه الجنة وضع أساسات صلبة لهذا الوطن علينا اليوم مضاعفة الجهود لحفظ مكانة الدولة ومكتسباتها هدفنا الأول والأخير هو الإمارات وشعبها أملنا بالله كبير وثقتنا بمستقبل أفضل لوطننا وشعبنا ومسيرتنا المباركة ندعو الله تعالى أن يوفقنا ويعيننا وعليه نتوكل أنه ولي التوفيق هذا وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان مسيرة التطور والنماء التي تحققت على مدار عمر الاتحاد المديد لخطط تتجاوز عنان السماء من أجل تحقيق الخير لأبناء الدولة ومسيرتها وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر